الباست سمبل أو الماضي البسيط طبعاً واحد من أهم الأزمنة في الاستخدام في اللغة الإنجليزية ومن أسهلها طبعاً الاستخدام القاعدة والنافي والسؤال سنتحدث عن كل هذه المواضيع في درس اليوم لنذهب مع إنجليش وذنبيل الماضي البسيط The simple past tense أولاً المينيك أو the use الاستخدام بعد ذلك اللي هو القاعدة بعد ذلك الكلمات الدالة آخر شيء Exercise about past symbol Let's go أولاً الاستخدام متى نستخدم الباست سمبل؟ بما أنه ماضي فأكيد بأن نستخدم الباست سمبل to talk about the past Okay Is used to talk about a completed action in a time before now أين استخدم الباست سمبل؟ للتحدث عن حدث حدث في الماضي وانتهى النقطة الثانية هي examples أنثلة على الباست سمبل Number one I saw Maria yesterday Yesterday كلمة دالة على الباست سمبل I saw Maria yesterday رأيتو مارية بالأمس Good Number two Last Friday أي الجمعة الماضية طبعاً من دلال الجمعة الماضية من دلال ليش؟ الباست سمبل Good The students went to the zoo الطلاب ذهبوا إلى الحديقة هنا استخدمنا التصريف الثاني لgo اللي هو went المثال الثالث They got married two years ago Two years ago من دلائل الباست سمبل Got هو التصريف الثاني للفعل get Got They got married two years ago تزوجوا قبل عامين These actions are over or finished هذه الactions intact القاعدة وهو همشي Subject سواء كان الفاعل مفرد أو جمع دائماً يأتي بعدها الفعل في التصريف الكم الثاني Good She He He It We You They The boy The boys سواء كان الفاعل ضمير أو اسم قد يكون أحمد علي سلم أروى زائداً الفعل في التصريف الثاني زائداً تكملة تكملات الجملة الآن نأتي إلى أمثلة للجملة المثبتة وأمثلة للنفي وأمثلة للسؤال I walked الفاعل في التصريف الأول walk النفي I didn't walk دائماً في حالة النفي نضيف didn't ونعود بالفاعل إلى التصريف الأول في النفي والسؤال الفاعل يستخدم في التصريف الأول نعيد الفاعل إلى التصريف الأول طيب I walked I didn't نضيف didn't بعد ذلك walk I didn't walk طيب حولها إلى سؤال did I walk أو تقول did you walk here you walked you didn't walk أو did you walk he walked he didn't walk he didn't walk verb 1 did he walk no or yes إجابة السؤال بتكون نعم أو لا هنا يأتي السؤال بمعنى هل هل هو يمشي good job الآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي regular verbs الأفعال المنتظمة طبعا الأفعال المنتظمة نقوم بإضافة ed فقط لتحويلها من الفاعل الأول إلى التصريف الثاني على سبيل المثال walk walk study cry أيضا live walk نضيف له ed walked study نحول ال-y إلى i وبعد ذلك نضيف ed لماذا؟ لأنه جاء قبل ال-y حرف second فهنا study ستحول إلى i study studied good cry طبعا حولنا ال-y إلى i لأنه جاء قبل ال-y حرف second cry cry live left نضيف l-y d هذه الآن أنثلة على الفعل في التصريف الأول والثاني ولكن بإضافة ed في أفعال لا نضيف لها ed ولا شيء ولكن يختلف التصريف الثاني عن التصريف الأول طبعا في أفعال لا نغيرها أيضا يعني يبقى التصريف الأول والتصريف الثاني والثالث أيضا نفس على سبيل المثال hit hit put put sit sit هنا verb هنا verb two لماذا؟ هنا في التصريف الأول لأنه every Sunday من دلائل present symbol الذي أخذنا في الدرس الماضي طيب هنا يوجد لدينا last night وهي كلمة دالة على الماضي إذن هنا sit تعتبر في التصريف الثاني the children sit the table last night فهذه الأفعال يأتي التصريف الأول والثاني نفس نفس الشيء أيضا cut cut الأفعال الشابة أو الأفعال الغير منتظمة irregular verbs معنا simple form والpast terms become طبعا became هذا التصريف الأول هذا التصريف الثاني okay give give drive drove I drove the car last week very good forget forgot I forgot my bag yesterday لقد نسيت حقيبتي بالأمس I forgot my bag good الآن أفعال أيضا أخرى أفعال غير منتظمة التي هي كالتالي teach الفال في التصريف الثاني talk طبعا هنا يختلف التصريف الأول عن الثاني يتم حفظ هذه الأفعال في حال لم تستطع أن تعلم ما هو التصريف الثاني أو كيف يتكتابته في الغالب ضيف إيدي okay teach taught bring brought this is verb one this is verb two I brought my water with me yesterday أنا أحضرت الماء معي بالأمس okay leave left hear heard by يشتري التصريف الثاني boat boat ال-ch لا تنضب وهذا شرحنا في درس الصوتيات إذا اجتمع حرفين مع بعضهما البعض كيف ينضب by يشتري تصريف الثاني boat I bought a book no I bought a ball اشتريت كرة yesterday last week good الكلمات الدالة على الباست سيمبل طبعاً لكل زمن بالغالب كلمات الدالة حدد لنا إن هنا يجب استخدام الباست سيمبل نشوف yesterday 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 بالأمس okay good أيضاً last month الشهر الماضي last year السنة الماضية last ببعنى مضت last week الأسبوع الماضي last week ago ten days ago أي مضت I visited my mother ten days ago أي أنا زرت أمي قبل عشرة أيام good job تاريخ في الماضي in 1980 طبعاً هذا تاريخ في الماضي فهنا نستخدم الباست سيمبل الفقرة الأخيرة وهي exercise على الباست سيمبل نشاط last year I spent التصريب الثاني spent لأنه last year ماضي فسنستخدم في كل القصة باست سيمبل good I spent my holiday in Ireland it was great I traveled around the city by car with two friends and we visited a lot of interesting places in the evening we usually go no we usually went to a coffee we were very lucky هنا وير لأنه جم وير هنا it was good very lucky with the weather it didn't rain لأنه didn't rain تصريب الأول في النفي والسؤال a lot we saw some beautiful rainbows I had an amazing holiday لقد كانت عطلة ممتعة تمنى أن يكون درس اليوم ممتعة ومفيد أراكم في درس قادم إلى اللقاء have a nice day